بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشهر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل ما بدأناه في الباب السابع اللي هو الميكانيكس of non-viscous fluids هنأخذ مثال آخر المسال بيقول Water enters a basement basement يعني padrome through a pipe 2 cm in radius at an absolute pressure of 3 atmosphere a hose with a 0.5 cm radius is used to a water plants 10 m above the basement يعني هذا الخرطوم استخدم عشان يعمل يعني يزجي أو يقوم بعملت راية لبعض النباتات طبعا في حقل والحقل ده ارتفاع عشرة متر فوق البدروم find the velocity of the water as it leaves the hose ويوجد سرعة المية لما بتترك هذا الخرطوم طبعا احنا عندنا اولا add level بتاعنا كده انا عندي add الخرطوم اهو طبعا هنا add الباب بتاعتنا هنا مرتفعة عن سطح y b ايس باب يبا واي بي كابتل بعدين هنا ده الهوز ده الخرطوم هنا ال yh ابعنين الاتفاعة هنا لغاية هنا 10 متر عندي الموضيع بتاعتي ايه؟ الموضيع بتاعتي هو الباب نصف قطرها 2 سنتيمتر يببا ال r b تساوي 0.0 انا بحاول عضول المتر في اهم السنتي لازم يببا ابعادي كلها بالنظام العالمي الوحدات وبعدين يببا يثرو a pip 2 سنتيمتر للراديوس وبعدين اهوز 0.5 سنتيمتر يببا ال r it should ساوي 0.005 متر لانه 0.5 سنتيمتر يببا حضرها في عشو ستاوي ب 2 10 to the power of minus 2 هتديني 0.005 يعني 5 من الف من المتر الضغط عند ال lb and the pip y b تساوي 3 اتموسفير والضغط عند and the hose بتساوي 1 اتموسفير اول حاجة هو find the velocity of water as it leaves the hose يبعيز ال VH العربقة the equation of content المعادلة السبرالية بتقول ان a1 v1 بساوي a2 v2 ده معنى بتدي انا اعود a1 هي pi r b square و بعدين v1 هي vb تساوي pi r h square vh pi مع pi كده يبقى الفاضل معايا v vp بساوي 0.005 square على 0.02 square هنا مضروبة في vh ده يعني بساوي عطول مختصرة كده to 0.0625 ارجو ان احنا نحسب الحسابات تاني ارجوكم تاني مرة تانية لان محدش مقصوم من الخطأ ارجو ان احنا تمام نحصل اول معادلة واحد العلاقة بين vb والvh vb يساوي 0.0625 vh تمام احنا نطبق المعادلة بتاعت bernoulli from bernoulli equation نقدر نقول ان vh plus rho j y h plus نص rho v h square تساوي bb ضغط عند b يبطر في الاولى عند الهوز bb ضغط عند b plus rho j y b plus نص rho v b square في هذه الحالة هدب نص rho vh vh نص rho vh square ستساوي ب ب من ناحية الثانية يبط b الهوز طبعا هنا هبتدي انا اعود بالقيم الاندهاني في المسألة vh square v بهذه الحالة vh square تساوي 2 هنا هتاجي هنا 2 vh 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 نعود بالقيم اللي بدنا هنا عادة 2 والVB عبارة عن 3-1 هنا أسف هنا في رو والرو ب1000 لأنه 100 مضروبة في 9.8 اللي هي التسارع الجاذبية الأرضية مضروبة في YB-YH-10 لأن YH-YB-10 يبقى YB-YH-10 والVB هنعودها بالVH لأنه يكون المعادلة عندي VH بس تمام؟ لأن VB خدنا أقب أهي أدى VB VB الساوي 0.062 عملناها من الجزء الأولان يبقى أبطيدي أعوض عنها أشير VB وحط خيمتها بالVH 0.0625 VH الكل تربيع يبقى عندي معادلة فيها VH تربيع بس فيها VH تربيع كل اللي عندي VH تربيع تمام؟ هديني في الآخر VH سكوير منس 39 3.9 في 10 to the power of منس 3 VH سكوير بساوي 405 منس 196 أبطيدي أنا في الآخر خاص حيث يبقى 99 VH سكوير بساوي 209 في هذه الحالة يبقى VH سكوير تساوي 210 هذا معناه أن VH سرعة عند الهوز تساوي 14.5 ميتر بير ساوي تمام؟ هذه مسألة ذاكتة استخدمنا فيها The Equation of Continuity واخدناها وبرضو استخدمنا فيها البرنونيز ناخد مسألة أخرى برضو على الكلام ده بيقول لك The Radius of a Water Pib decreases from 0.2 to the 0.1 ميتر نصف قطر أنبوبة مية تناقص من 2 من 10 إلى 1 من 10 ميتر If the average velocity إذا كان متوسط السرعة of the wider portion عند الجزء الواسع 3 ميتر بير ساكن Find the velocity in the narrow portion أوجد السرعة عند الجزء الضيق تمام؟ يبقى أنا عندي أنبوبة هذه الأنبوبة هي الأنبوبة هي R هنا R1 0.2 وهنا R2 0.1 هنا V1 سرعة عند الجزء الواسع 3 ميتر 2-1 عايز هنا V2 عايزها بكام أبتدي برضو أطبق مهات السمرارية A1 V1 بيساوي A2 V2 أطبق يبقى A1 أعود عن A1 ببي R1 تربيع يبقى V1 تمام؟ مضروفة في باي R1 سيكوير بيساوي V2 باي R2 سيكوير البي مع البي تمام؟ أنا طبعا كل هذا أحاول أن أسهل المهم بتاعتي V1 بثلاثة هي ثلاثة وال R1 بيكان 0.2 كل تربيع يساوي V2 اللي هو اللي أعيزها وال R1 بيكان 0.2 R2 0.1 كل تربيع يبقى في هذه الحالة يبقى السرعة عند V2 يساوي 3 times 0.2 كل سكوير على 0.1 الكل سكوير يساوي لما أحسب القيام بتاعتي سكوير 12 meter second minus 1 دي مسألة أنا مسألة استخدمت عضو استخدمت فيها equation of continuity معادة استمرارية شكرا لكم